ما زنبي أن أحتمل خطية لم أفعلها أنا وما زنبي إن كان آدم وحواء أخطأ فلماذا أنا أحتمل نتائج خطيتهم وإن كان الله عادلا لماذا يحملني زنبي هذا كل هذا أحبائي في حلقة جديدة من حلقات بين الحقيقة والزيف عن الخطية الأصلية مع خادم الرب الأخ إليا كرولس أخ إليا كرولس أرحب حضرتك من جديد أهلا بك أخ أفضل وأهلا بكل أحبائنا مع كلمة الله كلنا كل إنسان فقير أو غني رجل أو امرأة في أي دولة في العالم في أي مكان على سطح الكرة الأرضية يتساءل هذا السؤال لماذا أحتمل أنا الخطية الأصلية كلمة الخطية الأصلية التعبير دو قبل ما ندخل في عمك الحلقة بتاعتنا نفس أعرف إيه مفهومه الكتابي الخطية بسفة عمّة معناها الإنحراف إلى الشر أو الإنحراف عن الخير أقول تاني تعريف الخطية الإنحراف إلى الشر أو الإنحراف أو الابتعاد عن الخير هذه الخطية أو بلغة الرسول يحنى الخطية هي التعدي أما تعريف الخطية الأصلية هي الخطية الأولى التي وقع فيها آدم أبو البشرية كلها وهذه الخطية انتقلت من آدم إلى جميع الناس ده تعريف الخطية وتعريف كلمة الخطية الأصلية يعني حضرتك تكلمت بصورة مبسطة سريعة عن معنى كلمة أو عبارة الخطية الأصلية وذكرت وحضرتك بتتكلم عن ارتباط الخطية الأصلية بآدم طب ممكن ندخل شوية في تفاصيل الموضوع كيف دخلت الخطية لنا كبشر حقيقة أنا أخذ أقتبس تعريف قاله الكتاب في رسالة روميا أصحح خمسة وعدد إتناشر بيقول لنا عن هذه الخطية الأصلية روميا خمسة رسالة روميا أصحح خمسة عدد إتناشر إتناشر من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اكتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع الخطية لم تكن موجودة في الكون لكن زي ما قلنا في حلقات قبل كده أن آدم وجد في جنة في حالة من البراءة لكن بسماعه صوت الشيطان عصى الله وهذا العسيان اسمه الخطيئة وقع آدم في الخطيئة أو في التعدي على كلام الله وهذه الخطيئة جلبت كثير من النتائج والضمار والموت وهذه الخطيئة انتقلت من آدم إلى جميع الناس العبارة مرتين تقول كأنما بإنسان واحد اللي هو آدم دخلت الخطيئة إلى العالم وهنا العالم يعني الناس والبشرية وبالخطيئة كانت نتيجتها الموت وهكذا اكتاز الموت اللي هو نتيجة الخطيئة إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع مش الجميع بس ورسوا الخطيئة لكن الجميع كمان اشتركوا في الخطيئة إذ أخطأ الجميع نؤمن وأنا بسأل السؤال هذا لحضرتك بعدالة الله نعم الله عادل صح؟ بكل تأكيد الله عادل أوكي الله عادل ولكن أنا بقارن كيف عدالة الله أن أنا أفضل في القرن الواحد وعشرين أحتمل خطيئة أبويا آدم وأم حوة من بداية الخليقة أين عدالة الله أن أحتمل أنا زن بالخطيئة الأصلية هذا هو عين عدل الله يعني عين عدل الله يعني دوة قانون الله لما بص البصة أوسع من كده يا أخ أفضل من بعيد شوية أجد أن هذه الخليقة تسير بصفة عامة تحت قانون هام أقصد الخليقة البشرية والخليقة النباتية والحيوانية تسير تحت قانون اسمه قانون الوراثة إيه قانون الوراثة؟ أن الجديد يارث من القديم أو النسل الآتي يارث من النسل السابق حاجة اسمها قانون الوراثة هذا القانون لا يمكن تجاهله في الخليقة نمرة واحد نمرة اتنين لا يمكن أن أحدد في قانون الوراثة ماذا أرث وماذا لا أرث فإما أن يكون هناك قانون وراثة أو لا يكون قانون وراثة ماذا لو ما فيش قانون وراثة؟ ها؟ مش أقدر ألاقي حاجة نسل جديد مشابه للنسل القديم يعني أنا عندي سلالة مثلا أو في الحيوانات عندي سلالة من الخراف أو الماشية إيه اللي ضمنني وعندي سلالة جديدة بعد مسبح سلالة لفاتت إن في حاجة اسمها وراثة وفي حاجة اسمها تناسلي لو ما فيش وراثة مش أقدر أجيب نسل جديد أو سلالة جديدة من النسل أو السلالة اللي فاتت في الوراثة بقى ما أقدرش أنا حد ده أقول لا أنا عايز أورص كذا وما أورص كذا أنا أورص صفات أبويا وما أقدرش أورص الصفات الفلانية وراسي يبقى أورص كل حاجة واضحة المقدمة دي بما أن هناك قانون وراثة فأنا ورثت من جدي آدم أنا ورثت منه كل الجينات والصفات البيولوجية وكمان ورثت منه الخطية فالوراثة عبارة عن package عبارة عن حاجة بخدها كلها على بعضها شيل على بعضها بورس صفات بيولوجية حيوية وبورس برضو صفات إنسانية أنا بورس من أبوي آدم كل حاجة يعني حضرتك بتتكلم على مبدأ الوراثة أخيلية بس هناك أناس يعني أنا بشوفهم مش ورسلوا الخطية دي بدليل أن تلاقي ناس كتير صالحين وطيبين إيه تعليقك؟ مقدرش أقول أنه في واحد مورس الخطية مقدرش أقول لأن الكتاب المقدس يقول هذا حتى لو صالح وطيب وبيعمل أفعال خير؟ خلي بالك صالح وطيب في حاجات لكن مش في كل حاجة أولا حكم ربنا قال كده الله الخبير والعليم بقلوب البشر جميعا قال بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم ولما أرجع إلى سفر المزامير ألاقي تقرير الله عن حالة البشرية كلها يقول الله أشرف من السماء على بني البشر هل من فاهم طالب الله؟ كانت الإجابة إيه؟ الجميع الجميع زاغوا وفسدوا معاً ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد آه في ناس طيبين؟ آه موجودين ناس طيبين في ناس عندهم صفات حلوة؟ آه موجودين بس دي نسبة وتناسب زي في واحد مثلاً صائط لو عندنا واحد في امتحان عشر مواد واحد صائط أربع مواد واحد صائط ست مواد واحد صائط كل المواد بس الكل بسموهم إيه؟ صائطين صائطين البشرية سقطت جميعاً الجميع أخطأوا قال الكتاب أكثر من مرة إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله في حاجة إلى مجد الله فرق واحد عن واحد أيوة لكن الجميع أخطأوا لكن عايزة أقول قبل ما أكمل كلامي أشكر الله إن كان الجميع أخطأوا وإن كان الجميع ورثوا الخطيئة لكن أشكر الله جاء الرب يسوع المسيح زي ما نتكلم بعد كده هو اللي حل المشكلة في نفس رسالة روميا يقول لنا كده في أصحح خمسة عن واحد 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 جاب الخطيئة واحد روميا خمسة الناس هكذا أيضا ببر واحد مين هو الواحد الذي يقصد به في بر الرب يسوع المسيح الذي جاء البار الوحيد العظيم حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم أشكر الله واحد جاب لنا المصيبة واحد جاب لنا البركة واحد دخل الخطيئة واحد شل الخطيئة هو هذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم واحد جاب الخطيئة واحد شل الخطيئة واحد جاب المعصية والاسم والتاني واحد جاب لنا البر هكذا ببر واحد صارت الهبا عطية ربنا إلى جميع الناس لتبرير الحياة يعني هل ممكن أربطها بعدد 19 برضو لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطا هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا بإطاعة الواحد بقبول المسيح مخلصا سيجعل الكثيرين أبرارا يعني وإحنا بنتكلم عن مفهوم الخطيئة الأصلية وكمان كيف دخلت الخطيئة إلى العالم ووصلت من أبونا آدم إلى كل الأجيال في بعضه لكن كمان أنا ممكن وأنا بشاهد حضرتك دلوقت أقول لي يعني أنا ما وصلتش لدرجة أن أفعل الخطايا الكبائر يعني أنا لسه يعني الكتبة البيضة النظرة يعني الخفيفة هل كله متساول خطيئة كبيرة زي الصغيرة؟ طبعا الخطيئة تختلف في أشكالها وأحجامها فهناك القتل البشع وهناك النظرة البسيطة إلى أمرأة ليشتهيها هذا التقسيم قسموه الناس لكن دمشي التقسيمة اللي عملها ربنا ربنا لما تكلم عن الخطيئة قال لنا هو صاحب الميزان بتاعه قال لنا الخطيئة خاطئة جدا والكتاب لا يقسم الخطيئة بناء على حجمها لكن يقسمها لأنها أو يفسرها لأنها نابعة من قلب شرير فقال داود هأنذا بالاسم سورت وبالخطيئة حبلت بأمي الرب يسوع المسيح يقول في مرء السبعة أنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة وهي تنجس الإنسان الناس قسمت الخطيئة إلى كبائر وصغائر أه مش معقول طبعا اللي بيقتل زي زي اللي بيجذب حرام يعني جماعة برضو دي يعني فيه عدل هكذا يقسم الناس الخطايا كبائر وصغائر لكن الله الخبير قال الجميع أخطأه وقال أن فكر الحماقة خطيئة لما فكر فكر شرير دا خطيئة وقال الرب يسوع في ماتة خمسة من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زان بها في قلبه إذن الفكر خطيئة فكر حماقة النظر الشريرة خطيئة العقوبة أجرة الخطيئة هي موت ولما نشوف صف اللي داخلين جهنم أخ أفضل يقول كده أما الخائفون غير المؤمنون الراجسون الصحراء الزنات القتلة وجميع الكذبة فنصيبهم البحيرة المتقدة بنار وكبريت يعني مفيش حاجة دي تكسيماتنا البشرية أيوة إن هناك خطايا كبيرة وهناك خطايا صغيرة لكن التكسيم دا مش عند الرب الميزان التعبان بتاع الناس يوزن الحاجة التقيلة الطب والحاجة الخافية اللي لا لا دا شيلها ميزان ربنا حساس الخطيئة هي الخطيئة طلع من قلب الشرير وراح على جهنم وبالمناسبة برضو قبل ما سيب الكلام أقول إن دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطيئة فكل خطيئة تود جهنم ودم المسيح يطهر من كل خطيئة يعني هناك علاج نعم لهذه الخطيئة لكن جبل ما نطلع لفاصل ونرجع لحضرتك تاني أخي إلي الإنسان بطبيعته اجتماعي يؤثر ويؤثر في الآخرين يعني بأثر في الآخر ويتأثر ويتأثر بحرقات وتفاعلاته مع الآخرين نعم وهذا ما أثبته أحد الفلسفة لما قال أن الإنسان يولد خير ولكن مع اندماجه بالمجتمع مع تفاعله بالمجتمع يكتسب الخطيئة والشر منهم هنعود لتعليق على هذا الفيلسوف مع حضرتك بس بعد الفاصل أحبائي هل فعلا الخطيئة الأصلية ليها حل؟ هل فعلا كلام الفيلسوف ده ومنطقي وما فكر ورد الكتاب المقدس عليه؟ تبقى الإجابة بعد الفاصل مع خادم رب الأخ إليا كرولوس في برنامجكم بين الحقيقة والزي هل الإنسان حقا مخلوق اجتماعي؟ هذه حقيقة نعم ولكن ما رد فعل هذا الفيلسوف الذي قاله أن الإنسان يولد خير ولكنه يكتسب الشر والخطيئة من الآخرين هل هناك إجابة من كلمة الله؟ هل هناك أمل للإنسان الخاطئة البعيد عن نعمة المسيح؟ كل هذا في الجزء الثاني من حلقتنا مع خادم رب الأخ إليا كرولوس أخي إليا برحبا حضرتك مرة تانية أهلا بك أخ أفضل الإنسان كلنا نعرفه أنه مخلوق اجتماعي لابد أن يعيش مع مجتمع يؤثر ويؤثر فيهم وجاء هذا الفيلسوف الكبير ليعلن ويؤكد هذه الحقيقة لكن ربط هذه الحقيقة بمعتقد لا أريد أن أقول عليه مزيف أو حقيقي غير لما أسمع رد الكتاب المقدس هذا الفيلسوف ربط أن الإنسان مولود اجتماعي لكنه يولد خير يعني إنسان صالح لكنه يكتسب الشر والخطيئة من المجتمع المحيط فيه فما رأي الكتاب المقدس؟ أعتقد الفليسوف دوت هو جان جاك روسو اللي هو قال إن الإنسان يولد خير بطبيعته وفطرته ويكتسب الشر والخطيئة من المجتمع المحيط به إحنا بتحترم كل أراء الفلاسفة لكن بنوزنها بالمزان الحساس بتاع كلمة طلع أرد رد منطقه ورد كتاب أقول حضرت فليسوف طيب لو الطفل بيولد خير والإنسان خير ويتعلم الشر من المجتمع بعد كده ممكن ألاقي إجابة عند حضرتك ليه الأطفال بنشوفهم بيولد هو لسه شهور أو في أوائل السنين حياته سنقوله والتانية لماذا يتولد عنده رغبة غيرة شديدة عنده غيرة جديدة جدا من أخوه لما يتولد التاني وعايز يمسك أخوه يوقعه في الأرض يموته طفل صغير وكان من قصص الأمهات تحكيها لي وتقول لي دخلت على لقيت بيجر أخوه الصغير من عسري عايز يوقعه على الأرض يا حضرت الفليسوف اللي بتقول لنا أن الإنسان يولد خير طب الطفل هذا الذي لم يعرف شيئا وليعرف في الألف من كزه الدورة زي ما بيقوله إيه اللي أوجد في قلبه غير عايز يموت أخوه طعا حاجة تانية إيه اللي مخلي عنده الأطفال رغبة في السيطرة الطفل بيلعب وفي خمس لعب في الأعداء ولدين عايز يكوش على خمس لعب يحطهم عنده يا أستاذ يا فليسوف اجبت الكلام دوت ما تفصل لي حضرتك التفسير دوت والمشاجرة ويعض ويقرس ويضرب ويحتوي يستحوز على كل شيء منين الطفل تعلم الحاجات ديته وهو لم يعرف خيرا أو شررا واحد برضو من الفلاسفة المعتدرين الذين يقيسون الأمور بعقلانية وبنظر إلى كلمة الله واحد اسمه سير سيدني سميس سير سيدني سميس قال هذه الكلمات أن الأطفال يأتون إلى العالم وفي طبيعتهم العناد والشر والأنانية أنا لسه حدث برد رد منطقي يعني كده أنا بشوف رأي الفيلوسوفين الاثنين ضد بعض آه بس في واحد احنا لوقتي بنقيس الأمور بعقلانية الوقتي لسه ندخلناش في الكتاب أنا عندي ظاهرة طبيعية قارن لاحظ رائب عندك أطفال صغيرين في السن شهور أو في السنة أو الثانية الأولى من حياته وتلاقي عنده غيرة وعنده سيطرة وعنده رغبة في المشاجرة والعض إلى آخره إلى آخره إلى آخره يا حدث الفيل يسوف جاب الطفل حاجات دي أتمنين الرجل الثاني بقى اللي بيفكر بعقلانية ويلاحظ الأمور ألا الأطفال يأتون إلى العالم وهم يحملون العناد والشر في طبيعتهم أرجع بعد رأي الكتاب وأقول له بقى قال دؤود هذه الكلمات هأنا ذا بالاسم صورت وبالخطية حبلت بأمي والكتاب يعلمنا قائلا هل يكتنون هل من الشوك يكتنون عنبا أو من الحسك تينا هل يمكن أن يلد الخنزير خروف أو الخروف خنزير هل يمكن للشوك هل يمكن للصبار المر النبات المر أن يخرج تينا أو عنبا حلوا لذيزا هذا ما يقوله الكتاب هذا ما يقوله الكتاب الإنسان خاطئا مولودا بالخطية وعشان كده كل من يأتي منه مولودا بالخطية هكذا يعلمنا الكتاب المقدس اكتاز الموت من خلال الخطية إلى جميع البشر نعم إلى جميع الناس هل ممكن نقول دي نتيجة من نتيجة الخطية من نتائج الخطية طبعا بالتأكيد طب لما الخطية دخلت إلى العالم إيه نتائجها أولا هناك نتائج كثيرة ما نرى حولنا في العالم ليس في العالم أقصد الخليقة البشرية والخليقة الحيوانية والنباتية حتى الخليقة الجامدة العجماء الخطية تركت بصمتها وأثرها على كل الكون الذي حولنا اكتاز الموت إلى جميع الناس إيه بقى النتائج خلينا نعد مع بعض النتائج التي بسببها دخلت الخطية بسبب الخطية دخلت هذه النتائج المرة إلى العالم الأمر الأولاني الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله يعني إيه فسدوا كلمة فسدوا زي ما يكون عندك طعام والطعام دوت بعد أسبوع طركة بعيد عن التلاجة لم يصلح مرة أخرى فسده 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 يعني فاشحك خالص الطبيعة البشرية فسدت وخرج منها كل ما هو فساد طلع منها اختصاب وصحق وقتل وزنة وضعارة وعهارة نبع فاسد قال عنه أيوب فاسد ومكروه الإنسان شارب الإسم كلماء وأعوزهم مجد الله يعني إيه أعوزهم مجد الله يعني يحتاجون إلى مجد الله لكي يبررهم ولكي يغطيهم نتيجة الأولانية نتيجة التانية بسبب الخطية أتعلم الإنسان أن يهين خالقه أهان الإنسان خالقه بيقول لنا في مزمور 13 لماذا أهان الشرير الله تخيل معايا ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر قال الرب للكهنة قديما في سفر الملاخي أيها الكهنة المحتقرون اسمي المحتقرون اسمي نتيجة كمان تاني لما بص بقى إلى جوة الإنسان الخطية مش بس خربته من برا لكن خربته من جوة دخل الموت الأدابي إلى كيان الإنسان من جوة ده اللي بيسمي الرسول في أفرس 2 وأنتم إسكنتم أمواتا بالذنوب والخطايا هنا الموت اسمه الموت الأدبي الأدبي دو ها حالة من العفون والفساد والانفصال بعيدا عن شخص الله ثم النتيجة الأخيرة الموت الأبادي يبقى في نتيجة الخطيئة موت أدبي وفي موت أبادي الموت الأبادي لما الإنسان في يوم الأخير يأخذ ثم يلقى في الجحيم الأبادي ألعنه الكتاب كل من لم يوجد اسمه في سفر الحياة طرح في بحيرة النار الذي هو الموت الثاني الموت الأبادي وبين الموت الأدبي والموت الأبادي هناك الموت الجسدي ما تكتل الخطيئة برضو الموت الجسدي انفصل الروح عن الجسد يموت الإنسان يدخلوه الأبريد في نوم يبقى أطراب اللي قال عنه ربنا موتا تموت إذن ما أكثر نتائج الخطيئة اللي سببت هذه الخطيئة حينما دخلت إلى المشهد ولوست الإنسان وفصلته عن الله يعني صراحة قبل ما نتكلم في الموضوع ده عادي لكن بعد ما بدأنا نتكلم في الموضوع أنا شعرت بروح كده إحباط وفشل يعني كلمتنا حضرتك عن الخطيئة الأصلية أيوة وبعد كده من خلال المكتوب حملتني أني أنا كمان أتحمل خطيئة آدم بعد كده اتكلمت حضرتك عن أني كمان كشفتلي وفتحت عيني وعيني المشاهدين أني كمان خطيئتي أنا بتكلم عن فراغ وفساد في نتائج الخطيئة موت أبدي وأدبي وجسدي يعني المشكلة زادت صراحة لكن هل كده الموضوع انتهى؟ لا ليه حل في علاج ليه حل نشكر الله في علاج دلوقتي لقدام الخطيئة الموروصة من آدم هل هناك علاج حقيقي؟ زي ما قالينا في روميا خمسة بإنسان واحد دخلت الخطيئة العالم لكن هناك إطاعة الواحد بإنسان واحد من خلال آدم الأخير آدم الأول وقع وقع البشرية وجاب المصيبة والموت لكن هناك آدم الأخير الرب يسوع المسيح قال عنه الكتاب آدم الأول نفسا حيا وآدم الأخير روحا محييا جاء واحد بالموت وجاء واحد ربا يسوع المسيح بالحياة الأبدية باختصار شديد أقول الرب يسوع المسيح بموته على الصليب كان الحل الوحيد أنه يشيل خطيئة الأصلية والخطايا الفعلية اللي احنا عملناها اللي قال عنه يوحن المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم في موت المسيح أخ أفضل كان هناك سلاسة حلول للخطيئة اللي ورسناها واللي عملناها الحل الأولاني تكفير تكفير؟ تكفير للخطيئة تكفير كفر الحل الثاني تطهير الحل الثالث الطبيعة الإلهية الجديدة الحل الرابع خلنا نقول الرابع كمان الحياة الأبدية الأول تكفير يعني تكفير المسيح بموته على الصليب ودمه غطى الخطيئة والتلويس بتاعي البسني سياب الخلاص كسانر دقل عمل كفارة قال عنه الكتاب هو كفارة لخطيئانا بموته دمه غطى خطيئة وعيوب تكفير اتنين تطهير تطهير من بره المسيح غطاني بره ودمه لكن من جوه طهرني وغسلني ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة أربعة التلاتة أسف تلاتة أعطاني طبيعة إلهية جديدة اسمها الولادة الجديدة مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحياة الباقية للأبد الولادة الجديدة ما أعظمك يا رب والشيء الرابع والأخير أحباء الأفاضل موت المسيح أعطاني حياة أبدي آدم الأولاني إداني موت إلى الأبد لكن الرب يسوع المسيح اللي ألعنه الكتاب أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية في خطيئة ورثناها لكن في عمل عظيم اسمه موت المسيح الصليب يخسلك يكفر خطيئك يديك طبيعة جديدة وحياة إلى أبد الأبدية هل الحل دو مقدم للمسيحيين فقط اللي بتوع الكنيس الحل ده ولا المين بالزبط بسرعة كده الكتاب المقدس يعني الأحباء أن هذا الحل والبركة مقدم لجميع الناس الله يريد أن جميع الناس يخلصون لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية من يقبل إلي لا أخرجه خارجا لك ولكي ولي ولكل الناس يعني أنا ممكن أحصل لو أنا رح أشتري مج زي دوة من محل ممكن ما يجوش في المحل ده أروح للمحل التاني لكن البركات دي موجودة ثمين في كلمة واحدة في المسيح وعند المسيح وقبول المسيح أخي إليك روليس أشكرك لأجل كل الحقائق الكتابية اللي أعلنتها أمام معتقدات مزيفة أحباء المشاهدين لو أنت الشخص اللي كنت متسكل بهمه وحمل الخطية لو كنتك تشعر أن ضميرك تاعبك جدم لخادم الرب بعض الحلول الكتابية والحل الوحيد في المسيح يسوع أشجعك تنضم لينا على صفحتنا على الفيسبوك اكتب لينا رسلنا لو أنت كمان محتاج نبعط لك الحلقة دي مكتوبة على البريد أو كمان على الإيميل اكتب لينا وبكل الصروح نبعطها ليك وفي انتظارك الحلقة القادمة بنعمة الرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة